إذن مشاهدين على هامش أعمال قمة المناخ كوب 27 عقد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 عقد لقائين مع كل من مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير اللبي التركية حيث أكد شكري أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حريصة كل الحرص على نجاح وتقديم كوب 27 الدعم لجميع الوفود وأن أبوابه ستظل مفتوحة طوال أعمال المؤتمر للجميع لضمان التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات محل التفاوض من جانبهما أشاد المسؤول الروسي والتركي بحسن تنظيم المؤتمر وأعرباء عن انفتاحهما وحرصهما على تبني مواقف بناء على نحو يسهم في نجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعد